أن أقدم لك كتاب التكليف عام على تسلم الكاظم رئاسة الحكومة في العراق كثير من الكلام والصور قليل من الإنجاز والعمل منح البرلمان الحالي الثقة لحكومة الكاظم في السابع من أيار من عام 2020 كسابع حكومات الاحتلال لتدير المرحلة المؤقتة لحين موعد إجراء الانتخابات المبكرة التي حدد موعدها في العاشر من تشرين الأول المقبل ويؤكد سياسيون ومراقبون أن حكومة الكاظم واجهت في عامها الأول أزمات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية لم تتمكن من حلها وفي هذا السياق يؤكد مسؤولون أن البرنامج الذي قدمته الحكومة لم يتحقق منه أكثر من عشرين بالمئة مشيرين إلى الفشل في تنفيذ تعهداتها كحصر السلاح بيد الدولة وإخراج الميليشيات من المدن التي تسيطر عليها وإعادة النازحين فضلا عن فتح ملفات الفساد الكبيرة والكشف عن قتلة المتظاهرين الاستهداف المتكرر لقوات التحالف الدولي مثل تحديا آخر لحكومة الكاظمي في ظل وضع أمني مرتبك وتصاعد نفوذ الميليشيات التي باتت تنفذ استعراضات كبيرة في بغداد إمعانا في خرق القانون وتأكيدا لارتباطاتها الخارجية وفضلا عن ذلك فقد تصاعدت وطيرة التظاهرات الشعبية نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسات المالية التي انتهجتها حكومة الكاظمي والتي زادت من وطأتها خفض قيمة الدينار مع تصاعد تظاهرات الخريجين وموظفية العقود نهيك عن غياب الخدمات وترد البنى التحتية وانهيار المنظومة الصحية في مواجهة جائحة كورونا ويؤكد نواب أن كل الحكومات التي تعاقبت في العراق كانت فاقدة للبرامج والخطط العملية الحقيقية مشيرين إلى أن الحكومة الحالية لم تحقق شيئا على أرض الواقع وتبدو غير قادرة على حد المشكلات المستعصية التي تعاني منها البلاد تتعكز حكومة الكاظمي على فشل الحكومات التي سبقتها في محاولة لتبرير فشلها هي الأخرى في تحقيق ما وعدت به على الأقل مستخدمة بروبوغاندا تعتمد استعراضا إعلاميا لا يمكنه إخفاء حقيقة الواقع المزر الذي يعيشه العراق وسوء إدارتها لهذا الواقع